بدت عند أخ في بيته فاحتلمت تلك الليلة وفي الفجر أيقظني للصلاة نعم بدت عند أخ في بيته فاحتلمت تلك الليلة وفي الفجر أيقظني للصلاة فتوضأت ولم أغتسل حرجا واستحياء وذهبنا إلى المسجد سويا ولم أتمكن من التيمم خشية أن يوافي أو خشية أن يراني فصليت الفجر على هذا الحال علما بأن المسجد لم يكن فيه دورات مياه فهل صلاتي صحيحة؟ لا صلاتك ما هي صحيحة وأخطأت في هذا والدين ما في حياء الدين ما في حياء يعني الواجب أنك اغتسلت ولا حرج عليك أنك تغتسل ما في مام ولا حرج بل اللوم عليك ترك الاغتسال فعلى كل حال تعيد الصلاة التي صليتها وتتوب إلى الله عز وجل ولا تعود لمثل هذا العمل